ما عايز بس أفهمك حقيقة زي ما كنت بقولك كده الغاز بتاعي أنا مصر مصدرة غاز فأنا في إيدي وبالتالي هتلاقي سعره في التمام إلا أنا بستورده يعني اللي بجيبه من أشققنا العرب نجيبه من بره نجيبه من حتة فإنها مش بتاعي حلو جميل هل هو زايد علي أنا بس؟ لا والنعمة ده زايد على العالم كله ما هو السعر بيبقى عالمي طيب هل مثلا ده معنا أن أنا عندي مثلا مشكلة في السعر ممكن إيبقى زايد عندي بس مش زايد عند الناس الثانية يابا السعر زايد من أمريكا لحد الصين عايز تخدها بالعكس من الصين لحد أمريكا ده نمر أعلى نمر أتنين لو لا إجراءات اقتصادية حقيقية مش هزار ما كنتش الدنيا هتبقى كده يعني إحنا في مصر اشتغلنا من سنة 2014 حتى هذه اللحظة على حاجات كتير جدا أكتر من محور بس كان من أهمها المحور الاقتصادية بكبر الاقتصاد بتاعي بزبط بنياتي التحتية تلت وامتلت عشرة على عشرة فابدأ يبقى في عندي إيه ما نطلق عليه الموارد الفلوس أنا وإنت أبهاتنا في يوم من الأيام عيالنا نشتغل كل ما نشتغل أكتر ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا رزق أكتر نقدر إيه نزبط حياتنا أكتر ده الطبيعي ده اللي حصل فلما تيجي مصر يتزود رقعتها الزراعية آه الهدف إيه واحد أنا بشغل ناس واحد مش أقولك اتنين لأنها كلها في أجندة الأولويات اتنين أنا بزود من حجم الإنتاج الزراعي بتاعي علشان أولا أضبط المستهلك المحلي أنا المواطن المصري اتنين أصدر فدخل عملة صعبة ده على سبيل المثال للحص كذا الحال اشتغلنا في الصناعة كذا الحال اشتغلنا في قناة السويس كذا الحال اشتغلنا على تصدير الطاقة زي الكهرباء والغاز وهكذا ببقى إني بتكلم على الزراعة والزراعة الحقيقة عملوا شغل رائع فنوصل لمرحلة زي ما أنت شايف عندك مشروعات الصوب ده على سبيل المثال مشروعات الاستثمار الحيواني والداجيني الله مشروعات زي ما أنت شايفوا الرأي بالبيوت اللي أنت شايفه ده الزراعة بطريقة الدواير إلخ 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 فمصر قدرت إنها تعمل طفرة حقيقية للحصلات الزراعية وصادراتها الدهب اللبيض رجع تاني يعني مش بعيد إن سيادتك تبدأ تاني تشوف أفلام زي اللي كنا بنشوفها من أيام نجيب الرحاني الله يرحمه أخبار القطن النهاردة إيه يا ممبيه زي زمان القطن يعني فلوس فلوس القطن غالي في كل حتة في الدنيا الله ده أنا بتاع القطن القطن المصري المطلوب لا ما بقاش مطلوب لا مطلوب إيه الحق ده ما بقاش بيزرعوا القطن طويل التيلة في مصر يقول لك كده كذاب وتافه وما يعرفش حاجة أقول لك هوتاء كذاب تافه ما يعرفش حاجة وش لأنه المساحات اللي مزروعة بالقطن زادت في مصر وزادت كتير خد بالك طيب توصل مصر إنها تبقى المصدر الأول للموالح للاتحاد الأوروبي بس كده لا والعنب فتصبح مصر منافس رئيسي في إنتاج وتصدير العنب أمام كبريات الدول اللي كانت بتنفسنا أنا زاك أنا قلتها لكم مرة قبل كده بقولها لك تاني حضرتك هتلاقي على صفحة السفارة الأمريكية بيتكلموا عن العنب المصري الذي صار منافسا رئيسيا لحاصلات العنب والكروم على مستوى العالم بل وأنها تصدى الولايات المتحدة الأمريكية بل وأنه السفارة قالت نصا كده ونحن ندعو الجميع لتذوق العنب المصر الناس دي لا ليهم فينا ولا بتاعمة بيحبونا فيش حاجة الناس دي ما فيش حاجة اسمها عندها لحب ولا كره الناس دي شغل ده على سبيل مثال الحزمة الاقتصادية اللي اتعملت دي والله 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 لو ما كانت العملت لكننا قعدنا دلوقتي بنغني ظلموه نفس القصة حصل في الأمح هو أنت عندك أزمة رغيف عيش لا وهفكرك ارجع 2009 ارجع 2009 الناس كانت بتغز بعضة التوابير بقى أن غزيلت عندك توابير أنابيب لا عندك توابير على متقطة التموين لأ تا ما عندكش أزمة هتيك تقولي بس الأسعار زادت أقولك صح بس بالمناسبة ولما الأسعار تقل هنقول متشكرين ولا مش هنقول متشكرين يا راجل يا طيب والمصري جدع وسداد بس ما يسلمش ودنه لحد سلم ودنك لمين لدماغك دماغك تسلمها لإيه للقراية قعد قرأ وتابع واسمع الآخر يتحدث عنك إزاي بقولك إيه أنا هطير دلوقتي هروح فاصل هرجع لك بعض الفاصل نقول إن شاء الله نكون دخلنا نقول